موسيقى نشرة للأخبار من الميادين حياكم الله وإلى العنوين موسيقى ارتفاع حصيلة شهداء التفجير الانتحاري في أحد مساجد بشاور الباكستانية لـ 93 وأعمال البحث مستمرة بين الأنقاذ موسيقى بعد هجومي أصفهان والبوكمال إيران تتعهد بالرد على الاعتداءات على أراضيها ومصالحها وتل أبيب تتأهبوا تحسبا موسيقى وزير الخارجية الإسرائيلي يبلغ نظيره الأمريكي عودة عمل السفارة الإسرائيلية في كييف وبلينكين يدعو تل أبيب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتير التصعيد في الأراضي المحتلة موسيقى مئة وعشرون أسيرا في سجن النقب يواصلون أضرابهم عن الطعام لليوم الثاني وخطوات احتجاجية للأسرار رفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية موسيقى الوحدات الروسية تتقدم على طول جفهة دانياتسك وماكرون لا يستبعد تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة وواشنطن تؤكد أنها لن تزود كييف مقاتلات F-16 موسيقى موسيقى تظاهرات في ألمانيا رفضا لتسليح أوكرانيا وتداعيات الحر تلقي بذلالها على اقتصاد فرنسا التي تستعد لاحتجاجات واسعة اليوم على رفع سن التقاعد موسيقى أفد مراسل الميادين بارتفاع عدد شهداء التفجير الانتحاري في مدينة بشاور شمال غرب باكستان إلى ثلاثة وتسعين فيما لا يزال نحو سبعة وخمسين من المصابين بحالة حرجة الباكستانيون شيعوا شهداء أمس في جنازة رسمية جماعية بحضور الشرطة وألاف المواطنين وكان التفجير الانتحاري قد استادف المصلين أثناء صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة في حين نفت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه معنا من إسلام أباد مراسل الميادين بكر يونس بكر بعد التحية يعني آخر التطورات المتعلقة بأعداد شهداء التفجير الانتحاري في بشاور ماذا عن الأصداء وإن كانت التحقيقات قد كشفت أي معطيات جديدة على الأرض بكر حقيقة هناك الكثير جدا من التحقيقات التي تجيها الحكومة الباكستانية الآن والجهزة الأمنية هناك الآن أزمة وقعت بين الشرطة الباكستانية وبين الأجهزة الأمنية لأن التمكن انتحاري من وصول لهذه المنطقة التي تعتبر منطقة آمنة ومنطقة خالية يفترض أن تكون من أي محاولات حتى لاستهدافها يتمكن انتحاري من وصول إلى المسجد المنطقة الأكثر أمنا في منطقة الشرطة ومثالما بتفجير نفسه في انتمكن الانتحاري وإدخال هذه العبوة الناس كيفة والتي تعتبر طبعا كبيرة حسب أعطى حقاقة الأولية يعني أن هناك فجوة أمنية كبيرة حقيقة كانت في تلك المنطقة من المسؤول عن هذه هناك تحقاقة ترجي في هذا الإطار الآن اللوم يتقر يعني تتلاومه الحكومة الباكستانية الفيدرالية والحكومة الباكستانية الإقليمية كل يقول أن الخلل جاء من الطرف الآخر لكن يبدو أن هذا الخلاف السياسي الواقع حقيقة في باكستان هو المسبب الرئيسي لهذه الأزمة إضافة إلى وجود يبدو حركات مسلحة تستغل هذه الفترة فترة الخلاف السياسي المتصاعد بين الحكومة الفيدرالية والإقليمية للحصول على هدافه واستهداف مناطق تعتبر حساسة جدا الجامع الذي حدث فيه الانفجار يقع في داخل الحي المرتبط بأشروط الباكستانية هو حي آمن عادة لا يمكن وصول لهذا الحي لكن لا بد أن نشير إلى أن هذا الاستهداف يعتبر الأكبر منذ حدث 2014 حينما تمكنت أيضا حركة طالبان من استهداف مدرسة تعود للجيش الباكستاني في مدينة بشاور يبدو أن مدينة بشاور التي طالما يريد الإرهابيون استهدافها بعمليات كبيرة للإضرار بشكل كبير على قوة الباكستانية موجودة هناك والتي تعتبر قريبة من الحدود الأفغانية الباكستانية الحدود التي لطالما كانت منطقة توتر ومنطقة توتر أمن بشكل خاص بين البلدين الباكستان وأفغانستان هل يمكن القول بكر أن هذا التفجير وبهذا الحجم سيكون فاتحة لموجة تفجيرات مقبلة في البلاد على الأرض؟ إذا لم تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة المسبب الرئيسي لهذا الاستهداف وإذا لم تتمكن من معرفة الخلل الأمني الذي من خلاله تمكن الانتحاري من الوصول إلى هذه النقطة ستكون هناك بالفعل عمليات أخرى لا بد أن نشير إلى أن نحو تقريبا شهر من الآن تمكنت الشرطة باكستانية من إيقاف انتحاري كان يريد أن يفجي نفسه داخل إسلام أباد لكن الشرطة تمكنت من إيقافه ووقتها قتل نحو الشرطيين عندما قام الانتحار بتفجير سيارته التي كان يحول الوصول داخل العاصم إسلام أباد إذن هناك إمكانية للشرطة الباكستانية وإمكانية الأجهزة المخبرات إذا تم التعاون بشكل جيد بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية تمكنوا طبعا من إيقاف مثل هذه العمليات لكن الخلاف السياسي يعود وأوكر أنه هو السبب الرئيسي حتى حسب الكثير المراقبين وراء هذه الرئيس الوزراء الباكستاني الشريف وقايد الجيش ووصلها بالأمس إلى مدينة بشاور لمعاينة الشرطة ومعاينة الموقع ولإبداء تعطفهم بشكل كبير مع هذا الاستهداف وأعلن رئيس الوزراء بأنه سيقوم باتخاذ إجراءات كبيرة وموسعة لمنع مثل هذه الحوادث لكن هذه الإجراءات لا يمكن أن يتم اتخاذها بشكل صارم وحقيقي إذا لم تتعاون معه حكومة أقليم الشمال الغربي حكومة أقليم خير بختون خوة والتي الآن تحكمها حزب المعارض وحزب أمراك خان إذن هذا الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والإقليمية حسب المراقبين هو لا يزال أن السبب الرئيسي وراء الفجوات الأمنية التي من خلالها تمكن التحريون من استهداف مناطق حساسة مثل مسجد بشاور الذي هو يعتبر منطقة آمنة في منطقة الشرطة في بشاور شكرا لك من إسلام أباد مراسل الميادين بكر يونس إلى ذلك فإن هذا التفجير تزامن مع زيارة وزير الخارجية الباكستاني موسكو حيث أجرى محادثات مع نظره الروسي سيرجي لافروف الذي أعرب عن تعازيه من جراء الهجوم الانتحاري في بشاور إلى فلسطين المحتلة حيث أعلنت قوات الاحتلال رفع حالة التأهب تخوفا من رد إيراني على الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استادف مصنعا عسكريا في مدينة أصفهان أسطى البلاد وقد ازدحمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتوقعات حول طبيعة هذا الرد ومكانه من غير أن تستبعد أن لا يقتصر الرد على داخل فلسطين المحتلة محلل أشؤون العسكرية في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قال أن إسرائيل تلعب في كل ساحات وجه إيران التي تهدد بالرد وفي المقابل تحافظ تل أبيب على الاستنفار تحسبا لكل الاحتمالات هناك تأهب مرتفع جدا في المؤسسة الأمنية والعسكرية طوال الوقت منذ مدة طويلة جدا أولا من ناحية الموارد الاستخبارية لمعرفة تطور التهديد الإيراني لإسرائيل وثانيا من ناحية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والطائرات الحربية موجودة في حالة استنفار طوال الوقت من أجل هذا الأمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان قد أكد أن الحكومة الأمريكية تدرك جيدا أن إيران لا تقبل أي اعتداء على أراضيها ومصالحها وأنها ترد على المعتدين بحزم وردا على تصريحات وزير الخارجية ومستشار المجلس الأمن القومي الأمريكيين أشار كنعاني إلى ضرورة أن تفكر واشنطن أكثر بالعواقب السياسية والقانونية والدولية لمثل هذه التصريحات الاستفزازية وقال أن الحكومة الأمريكية وبعض شركائها الأوروبيين لن يحصلوا على أي نتائج من السمرار الكذب بشأن قضايا إيران الداخلية هذا وفد مسؤول إيراني مطلع وكالة نور نيوز بأن اعتراف أوكراني الضمني بتهديد أمن بلاده القومي قد يكون موجبا لتغيير المواقف الإيرانية بشأن الحرب في أوكرانيا ما لم تصحح سلطاتها التصريحات العدائية لمستشار رئيسها ضد طهران وأشار الاتهام كييف لها بدعم موسكو في الحرب بناء على تصريحات كاذبة من دون تقديم أي وثائق تثبت ادعاءها وأضاف أنه تقرر في الاجتماع المشترك الأخير بين الخبراء السياسيين والعسكريين عرض الوثائق في الاجتماعات المقبلة إلى ذلك نقلت وكالة أرنى عن مصدر إيراني بأنه لم يتعرض أي إيراني للأذى خلال الهجوم الإسرائيلي في البوكمال على الحدود السورية العراقية وأكد المصدر أن إسرائيل سترى قريبا نتائج هذا العمل العدواني وكانت مشاهد انتشرت بأثار الاتداء الذي استادف شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى سوريا الذي وقع أمس الأول المشاهد أوضحت أن الشاحنات كانت محملة بكميات من المستلزمات والمواد الطبية تم استهدافها عند الحدود العراقية السورية أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين عودة العمل قريبا في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين قال كوهين أنه على اتصال دائما مع الخارجية الأوكرانية وأنه سيزور كييف قريبا من جانبه دعى بلينكين إسرائيل إلى تكثيف مساعدة أوكرانيا في هذا الوقت الحرج على حد وصفه في الأسبوع المقبلة ستعود السفارة الإسرائيلية في كييف إلى النشاط الكامل لقد أبلغت أيضا عن خطتي لزيارة كييف لأكون أول وزير من الشرق الأوسط يزور كييف في المستقبل القريب إلى ذلك دعى وزير الخارجية الأمريكي إلى الهدوء في فلسطين المحتلة لتحقيق الأمن لإسرائيل على المدى الطويل كما قال وفي مؤتمر صحفي دعى بلينكين الذي يزور اليوم رامالله إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين ونزع فتيل التصعيد مشددا على ضرورة خلق بيئة آمنة للسعادة الأمن لمصلحة الجانبين كما قال المحادثات تركزت على الأمن في الضفة الغربية الفلسطينيون والإسرائيليون يتمتعون بتدابير بتساوية وبحرية وبأمن وعدالة وكرمة ولا يزال الرئيس بايدن ملتزما تماما بهذا الهدف وما زلنا نؤمن بأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحفاظ على حل الدولتين وكما قلت لرئيس الوزراء فإن أي شيء يبعدنا عن هذه الرؤية هو في تقديرنا يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل وبهويتها الطويلة للمدى كدولة يهودية وديمقراطية في هذه الأثناء تتواصل اعتداءات المستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية من إحراق للمنازل والمركبات في ظل تعزيز الحماية للمستوطنين وتسهيل أوامر إطلاقهم النار على الفلسطينيين بسرين سلبي إحراق للمنازل واقتلاع للأشجار في قرى ترمسعية وبتين شمال رمالة إشعال النيران في مركبات المواطنين في عقربة وقصرة وجالوت ورشق المرة بالحجارة في الشوارع الرئيسة بين المدن والقرى اعتداءات ينفذها المستوطنون وسط حماية جنود الاحتلال ومساعدتهم بعد مواجهات شرسة تدخل الجيش الإسرائيلي وكان هناك إطلاق نار كثيف وإطلاق قنابل الغاز المساعدة للدموع ساند الجيش الإسرائيلي المستوطنين وتدخل بقوة في هذا الموضوع قطعان المستوطنين هذول متعشل الدماء وكل أسبوع وسبعين عندنا معركة إحنا وياهم لابسا منهم شجر ولا حجر ولا إشي اليوم كسروا هم واقفين حاطين متاريس كسروا حوالي 10 زاتونات عمار فوق 20 سنة كسروا إن شاء الله تشليك الحكومة الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد ودعت العالم إلى إدانة تصريحات الوزراء الإسرائيليين الدعية إلى تسليح المستوطنيين نطالب دول العالم إدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها هؤلاء لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية وعلى كل القيم الحضارية مراقبون أكدوا أن تعزيز حمل السلاح لدى المستوطنين سيعني مرحلة خطرة من التصعيد الاعتداءات الاستيطانية سوف تأخذ بعدا رسميا أكثر عندما ينخرط مئات وربما آلاف المستوطنين فيما يسمى الحرس الوطني الذي يسعى بنكفير لتشكيله بشكل سريع إذن لم يعد هناك فارغ كبير ما بين الإجرام الذي يمارسه جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى وما بين الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وكانت إسرائيل قد أعلت تعزيز حماية المستوطنات في الضفة الغربية بكتيبة جديدة من جنود الاحتلال اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين هي جزء من سياسة الاحتلال لإثارة الرعب في نفوس الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم عن أرضهم نسر سلمي من أمام مستوطنة بساقوت المقامة على أراضي البيري الميادين في ملف الأسرة أفادت جمعية واعد بأن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن منذ صباح اليوم لهجمة وحشية من قبل قوات القمع وأشارت إلى أن 120 أسيرا في سجن النقب يواصلون أضرابهم عن الطعام لليوم الثاني بعد رفض الاحتلال يرفع العقوبات عنهم إلى ذلك أفاد مكتب إعلام الأسرة اليوم أن إدارة سجون الاحتلال حولت غرف الأسيرات في سجن الدامون إلى زنازين وسحبت الأدوات الكهربائية ومقتنيات الأسيرات وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الأقصام في السجون بعد ظهر اليوم ورفض الخروج للفحص الأمني احتجاجا على الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات وأسر النقب وعفر ومجده معنا من غزة ناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرة والشهداء تامر الزعنين سيد تامر بعد التحية يعني لو تضعنا في مجريات الأحداث في هذه الأثناء في سجن الدامون ما الذي يجري مع الأسيرات في هذه الأثناء سيدنا الرحمن الرحيم حياكم الله هذه هجمة صهيونية جديدة ترتكب اليوم بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الصهيوني قط في سجن الدامون وهناك 29 أسيرة داخل هذا السجن يعانين الأمرين هناك هجمة صهيونية تم الاعتداء على ممثلة الأسيرات وهي الأسيرة القيادية ياسمين شعبان وذلك وايضا الاحتلال حول قسم الدامون إلى زنازين عزل انفراج وتم قطع الكهرباء وسحب الكهربائيات من داخل هذه الغرف تحت حجة جواهية والاحتلال لا يوجد لديه رابع ولا يوجد له حجة وإنما يريد التنغيص والتنكيل بالأسرة والأسيرات داخل سجون الاحتلال الصهيونية هذه العمرين الصهيونية لن تثني أسرانا وأسيراتنا من مواصلة التفاح مواصلة دفاع عن حقوقهم وكما تعلمون أنه منذ العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم بدأت الهجمة الصهيونية على الأسرة داخل سجون الاحتلال في سجن مجده تم الاعتداء عليهم ورشهم بيالغاد ومن ثم انتقلت إلى سجن عفر وتم الاعتداء على أمير الهيئة القيادية لأسر الجادسلان وأمير الجادسلان في سجن عفر إبراهيم صومان ومن ثم تم الانتقال إلى سجن النقب وتم الاعتداء على الأسرة في قسم 26 و27 وقسم 8 في النقب وهنا نسأل وتتحدث عن سجن النقب كيف يواصل الأسرة خطواتهم ماذا عن الإضراب عن الطعام 120 أسيرا يضربون عن الطعام اليوم الثاني في هذه الأثناء نعم هناك حالة من التوتر داخل سجن النقب بعد الاعتداء على الأسرة وتم تسليم يوم أمس إرسالة إلى الاحتلال الصهيوني والإدارة مصلحة السجون الصهيونية بأشروع بالإضراب المفتوعة عن الطعام وذلك بعد الاعتداء السافر من كل الوحدات القمعية اليماز واليمار والدروم والمتسادة هذه الوحدات القمعية التي دخلت بكل عنزهية وعجرة صهيونية على الأسرة العزة لداخل السجون فهذا لم يرق بالأسرة الأبطال داخل السجون فقاموا بالسروع بالإضراب المفتوعة عن الطعام لأزبود عن كرامتهم ودفاع عن أنفسهم في ظل هذه الهجمة الصهيونية المركبة والمكتملة للأركان إتمر بن غفير منذ مجيئه إلى وزارة القومي العصريون وهو يحاول بكل الوسائل وكل الطرق التضييق على الخناق على أسرانا للأمس كان هناك قرر القانون سحب الجنسية والإقامة للمقدسيين سيد تامر عذرا على المقاطعة نريد الإشارة إلى هذا الخبر العاجل جمعية واعد الأسرة تقول أن الأسيرات في الدامون يتمردنا ويحرقنا الغرف وإدارة سجن الدامون ترش الغاز المسي للدموع وغاز الفلفل على قسمهم يعني حينما نتحدث أن الأسيرات يقومون بهذه الخطوة إحراق الغرف يبدو أن الوضع يتطور ويتوتر تامر الاختنال يحاول وينفكر بأن الأسيرات نقمة سائغة لجرامه وعنجهيته لكن نحن رأينا قبل فترة بأن هناك قام الأسير البطن يوسف المبصوح بعملية طعن بطولية رباً على الهجمة الصهيونية على الأسيرات داخل سجن الدامون واليوم الأسيرات ليست لقمة سائغة وهنا جافعنا عن أن تتهلنا بحرق الغرف والاحتلال يعني بكل أنجهية يقوم برش أولا الأسيرات العازلات العزل كيف لأسير عازلة لا تمتلك أي شيء أن يعتدي عليها هذا المحتل المجرم بكل صلاته وبكل جبروته لكن ستبقى المقاومة الفلسطينية الدرع الحامي لأسران واسيراتنا بإذن الله عز وجل ستكون إذن هناك ردود فعل في باقي السجون على الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون خاصة أنه بالأمس يعني كان هناك وصايا للأسرى الاستشهاديين داخل سجن النقب سيد تامر بكل تأكيد الأسيرة الفلسطينية لديها خصوصية وهي مقدسة لدى أبناء الشعب الفلسطيني وأي مساس بأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال فيكون لها ما لها وعليها ما عليها من المقاومة الفلسطينية التي لا يمكن لها أن تتخلى عن الأسرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني وأن المقاومة تتقى هي الدرع الحامل لأسرانا وأن أيضا الأسرى داخل هجوم من احتلال لم يمرروا هذه العقوبات أو هذه العنجهية الصهيونية بحق الأسرى والعقاب بحق الأسرى مرور الكرام فيكون هناك رد كبير بإذن الله عز وجل من الأسرى وعودنا الأسرى بأن يكون هناك رد أيضا من ذلك هل يمكن أن نقول أن هناك خطوات تصعدية وهذا ما تتحدث عنه جمعيات الأسرى في هذه الأثناء هل ستكون هناك خطوات تصعدية خلال الساعات المقبلة في كافة السجون سيد تامر؟ بكل تأكيد يعني الرد سيكون قادم بإذن الله عز وجل وأن هذا الاعتداء السافر من قبل إدارة مصنعة السجون على الأسرات لن يمر مرور الكرام وستكون هناك ما يفضل صدور الأسرات للأسرات وأن الأسرى داخل السجون لا يمكن لهم أن يتخلوا عن الأسرات هذا الاعتداء لا يمكن أن يمر مرور الكرام فنحن أسرى جاهزون للرد والمقاوبة أيضا جاهزة للرد على هذا الاعتداء وأن هذه العنجهية الصهيونية التي يحاول يتمر بالغفير أن يضع الأسرى أن تكون لقم سائغة أو الحلقة الأضعف في أشعر السجوني فواهم الاحتلال وواهم يتمر بالغفير بأن يكون أسرانا وأسراتنا هم الحلقة الأضعف فسيكونون هم الحلقة الأقوى بإذن الله عز وجل وهم من يقصوا في وجه هذا المشروع الصهيوني وكل العقوبات والإجراءات الصهيونية المتواصلة شكرا لكم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء من غزة دامر الزعانين أفادت مؤسسة مهجة القدس بأن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير عبد الباصط معطان للمرة الثانية على التوالي لستة أشهر إضافية رغم معاناته من سرطان القلون وتدهور صحته ولفتت إلى أن الخلايا السرطانية وصلت إلى أجزاء جديدة من أمعاء الأسير عاصف الرفاعي وغدده وكبده إضافة إلى القلون وبات مرضه في مرحلة متقدمة وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال سحبت الأدوات الكهربائية من قسمي 26 و27 في سجن النقب واصطحالة من التوتر تسود السجن منذ الأحد الفائت وفي السياق ذاته طالبت لجنة الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عن جثامين الأسرى الشهداء الذين يحتاجزهم الاحتلال اللجنة سلمت بعثات الصليب الأحمر في دمشق مذكرة تدعو فيها للتدخل من أجل تسليم الجثامين والاهتمام بالوضع الصحي للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين تسليم مذكرتين المذكرة للصليب الأحمر الدولي المذكرة الأولى لمتابعة وضع جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى جيش الاحتلال الصهيوني من جانب ومن جانب آخر ضرورة مضاعفة نشاط الصليب الأحمر الدولي لمتابعة أسران أصحاب الأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي وقتلهم بدم بارد كما قتل ناصر أبو حميد الشهيد القائد ناصر أبو حميد دعت منظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل للأمم المتحدة لضمان الحماية للفلسطينيين وفي بيانه الختامي لدورة السابعة عشر طلب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة باحترام إعلان الجزائر وموصلة جهود الوحدة للتصدي إلى سياسات الاحتلال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي أكد أن الجزائر وخلال ترأسها الاتحاد ستوسع الدعم لحصول فلسطين على العضوية ولحج الدعم المالي من داخل العالم العربي والإسلامي وخارجه والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي أكد رئيس جمهورية دانيسك الشعبية دانيس بوشلين أن الوحدات الروسية تتقدم رغم تحصن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول الجبهة وقال ليوكالة نوفستي أن العدو لا يزال صامدا ومحصنا في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط التماس وأن الوضع يزاد صعوبة وقال أن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة لكييف لإصدار الأوامر بالتراجع لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرا رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيغور كريالوف كان قد أكد أن المتخصصين الأوكرانيين في الأسلحة البيولوجية يعملون في الغرب لإخفاء أنشطتهم وأوضحان دولا غربية على رأسها الولايات المتحدة بدأت العام الماضي برامج لتوظيف ونقل المتخصصين الأوكرانيين لممارسة أنشطتهم التي تنتهك القوانين الدولية بعيدا عن مراقبة الاتحاد الروسي تمكنت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية من وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا وفي هذا الصدد يقوم البنتاجون بنقل الأبحاث غير المكتملة في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وفي الوقت نفسه يتزايد التعاون مع دول في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل كينيا وسنغافورة وتيلند أوضح نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف في لقاء مع سفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو ليني تريسي أن مسار المواجهة الحالي لواشنطن يأتي بنتائج عكسية وقالت وزارة الخارجية الروسية أن ريابكوف أبلغت تريسي أن موسكو تتوقع منها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة وأنها ستلتزم بصرامة بالقوانين الروسية وبقواعد روسيا وأعرافها وكانت السفيرة الأمريكية الجديدة ليني تريسي قد واجهت لدى وصولها لمدخل وزارة الخارجية الروسية تظاهرة منددة بسياسة بلادها في مشاهد نقلتها روسيا اليوم عمد المتظاهرون إلى أطلاق شعارات الحرب هي بيزنس الولايات المتحدة والولايات المتحدة دولة إرهابية قبل امتح الولايات المتحدة قبل امتح القضاء قبل امتح الان rankings قال الرئيس الأمريكي جو بادن إن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات F-16 لمساعدتها وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بالنفذ من جهته أعلن رئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب أن لا تستخدم الاستهداف الأراضي الروسية ماكرون اعتبر أن أحد معايير توريد الأسلحة هي أن لا تؤدي إلى تصعيد النزاع قام طلاب الجامعات الرسمية في باريس بإغفال بعض الجامعات ومنعها من العمل احتجاجا على تعديل نظام التقاعد وفي أجواء الاستعداد لانطلاق تظاهرات جديدة والدعوة إلى الإضراب عبر الطلاب عن رفضهم لرفع سن التقاعد معتبرين ذلك قرارا غير متكافئ ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات مدينة للقرار من بينها أو مدينة للقرار من بينها التقاعد قبل التهاب المفاصل في تعبير عن رفض العمل لفترة أطول تظاهر المئات في شوارع مدينة نوربرج الألمانية احتجاجا على إرسال دبابات لبارد وشحنات أسلحة إلى أوكرانيا وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها نحن الخط الأحمر مع قرع الطبول وهتافات منددة بدعم الحكومة الألمانية لسلطات كييف وجاء الاحتجاج بعد أن وافقت الحكومة على توريد الدبابات من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا كرر الرئيس البرازيلي لويس إناسيولولادا سيلفا رفضه أرسال ذخائرة إلى أوكرانيا قائلا إن البرازيل بلد سلام هذا الموقف جاء خلال مؤتمر صعفي بعد رقاء الأولادا سيلفا مع المستشار الألماني أولاد شوردز حيث قال أولادا سيلفا أن البرازيل ليس لديها مصلحة في إرسال ذخائر قد تستخدم بين روسيا وأوكرانيا مضيفا أنه يجب البحث عن شخص يمكنه المساعدة في إيجاد السلام بين روسيا وأوكرانيا البرازيل ليس لديها مصلحة في إرسال ذخائر قد تستخدم بين روسيا وأوكرانيا البرازيل بلد سلام ولا تريد أن يكون لها أي مشاركة حتى بشكل غير مباشر أعتقد أنه في هذه اللحظة في العالم يجب أن نبحث عن شخص يمكنه المساعدة في إيجاد السلام بين روسيا وأوكرانيا لا أحد يستطيع تغيير الحدود باستخدام العنف هذه أمور من الماضي ويجب أن يكون تكامل الدول وسيادتها مصونا هذا شيء جمعنا معا منذ وقت طويل يجب أن نتحدى حول الديمقراطية لتجنب العودة إلى القانون الأقوى يواصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارته لكوريا الجنوبية حيث أجرى محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي لجونك سوب لمناقشة سبر تعزيز الردع الأمريكي الموسع وقد تعهد الطرفان في بيان مشترك بتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان وتوسيع المناورات العسكرية بظل سيناريو استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية حذرت الصين من زيارة الدبلوماسي الأمريكي كيفين ماكارثي إلى تايوان وأعربت بكين معارضتها لأي علاقات رسمية مع تايوان يمكن أن تهدد الأمن والسلمة في المنطقة وزارة الخارجية الصينية دعت الولايات المتحدة لاحتران مبدأ الصين الواحدة والامتناع عما يمكنه أن يقود الاستقرار لطالما عارضت الصين أي شكل من أشكال العلاقة الرسمية مع منطقة تايوان الصينية ونأمل أن يلتزم المشرعون الأمريكيون المعنيون بمبدأ صين واحدة وبالبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية وبالامتناع عن القيام بأشياء تؤثر في العلاقات الصينية الأمريكية وتقود السلامة والاستقرار النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل اشتباكات مسلحة في محيط مطار العاصمة الليبية من جديد أهلا بكم وإلى ليبيا حيث اندلعت الشباكات بين مجموعات مسلحة في محيط مطار طرابلوس وذكرت وسائل إعلام الليبية أن محيط مشروع إنشاء صالة مطار طرابلوس الدولي وطريق المطار شهد إطلاق نار متبادل بين مجموعات مسلحة تتنافس للسيطرة على المنطقة هذا ونشرت صحيفة المرصد الليبي تسجيلا مصورا تسمع فيه أصوات إطلاق النار وذكرت أن الاقتتالة يجري بين مجموعات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد لدبيبع أعلنت الخارجية الروسية أن الهدف من تقرير منظمة حضر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي المزعوم في مدينة دوم السورية في العام 2018 كان هدفه تبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا وأشارت إلى أن المحاولات غير الموفقة لإصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دومة كانت بإشراف الجانب الروسي تعتبر دليلا آخرا على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى مواصلة عقد لقاءة بين بلاده وروسيا وسوريا وإيران بهدف الوصول إلى الاستقرار الشمالية سوريا جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية بليجيك وسط تركيا الآن فيما يتعلق بالتطورات شمال سوريا ورغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها إلا وأننا ندعو إلى عقد اجتماعات ثلاثية لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا ويمكن أن تنضم إيران أيضا ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال لجلب السلام إلى المنطقة ولكي عمى الاستقرار وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد تعهد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيسا بدور فخريا منتخبا لولاية واحدة تمتد على سبع سنوات قدمت ستة أحزاب معارضة في أنقرة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة وتتضمن أكثر من 2300 هدف وثنوي الأحزاب وضع حدا لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان القوة الخارجة عن السيطرة ليست قوة إنها كارثة لقد شهدت أمتنا ذلك من خلال العيش في ظل نظام إدارة تعصفي وغير متوافق يسمى نظام الحكومة الرئاسية هذا هو السبب في أن تحالف الأمة بدلا من هذا النظام الغريب غير المتوافق يدعو إلى نظام برلماني متحرر وديمقراطي وعادل يؤسس لفصل السلطات إلى تونس حيث قال الرئيس قيس سعيد إن الإقبال على الانتخابات التشريعية متراجع لأن البرلمان لم يعد يعني للتونسيين شيئا وأشار لنا سبب العزوف في المرحلتين الأولى وثانية من الانتخابات يعودوا لأن البرلمان خلال السنوات العشر الماضية كان مؤسسة عبثت بالدولة وأضاف الرئيس التونسي أن المواطنين لا يثقون بالمؤسسات ولكن يجب أن تقرأ بشكل مختلف بشكل مختلف 90% تقريبا صوتوا أو لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت ولكن بنسبة العزوف لماذا رفض التونسيون المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الاقتراء ومع انتهاء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في تونس يواجه مجلس نواب الشعب الجديد تشكيكا في شرعيته وتحديات كبيرة وانقسامات حادة قد تعرقل انطلاقته يأتي ذلك في وقت دعت فيه جهات سياسية تونسية معارضة الانتخابات الرئاسية المبكرة كمدخل لحل الأزمة الراهنة سميح البغانمي أحزاب المعارضة في تونس تدعو الانتخابات رئاسية مبكرة وإلى انهاء ما وصفت بالانقلاب والتعجيل في إنقاذ تونس تأتي هذه الدعوة غدا تتسجيل نسبة إقبال ضعيفة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية وهما اعتبرت المعارضة دليلا واضحا على فقدان مصاري الرئيسي مشروعيته طلبات المعارضة خاصة انتخابات رئاسية مبكرة تبدو في غير أوانها أو بالأحرى في غير محلها وبالتالي أعتقد أن المعارضة لو خفزت قليلا من سقف متالبها لأمكن ربما الوصول إلى نقاط توافق قد تبدأ حوارا وطنيا حتى من أقل ما يمكن من خطوط الدنيا في ذل مناخ اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا متأزما تنتظر النواب الجدد تحديات كبيرة ورهنات عديدة مناخ من شأنه أن يصعب مهامهم ولا سيما أن الأغلبية تعتبر البرلمان الجديد برلمانا سوريا خاليا من الصلاحيات الفعلية فضلا عن التشكيك في شرعيته التحدي الأول هو أن يقع تشكيل كتل برلمانية لأن الذين نجحوا هم أفراد ولا يمكن لبرلمان أن يعمل بدون كتل ولكن بشخصيات متنافرة سمعنا تبادل الاتهامات بينها كذلك لا بد أن يتحسن المناخ العام في البلاد فيما يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل مشاوراته لإطلاق مبادرة لإنقاذ تونس يقول مراقبون أن المبادرة هي الأمل الأخير لجمع كل الفرقاء إلى طاولة الحواري والخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد تطورات سياسية جديدة زادت في حالة الإنقسام واستدعوات للذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة انتخابات قد تكون مؤشرا يعكس مدى شعبية الرئيس سميح البغانمي تونس الميتين القيروان في تونس طالما كانت مركزا للحكم في المغرب الإسلامي ومنبعا للفقه والعلم والأدب والفنون نافذة جديدة تفتحها الميادين لعماد الشعرة اشتركوا في القناة على امتداد خمسة قرون كانت القيروان مركزا للنهضة الفكرية والعلمية في منطقة المغرب الإسلامي ومنطلقا للثقافة العربية الإسلامية ما أهلها لتكون في نظر المؤرخين بمثابة متحف للفنون والحضارة الإسلامية القيروان بدأت بفكرة ثم أصبحت مدينة عظيمة أذكر إشارة إلى المجد وإلى العظمة حين وقعت اتفاقية بين إمبراطور الإفرنج والحاكم الأغلبي حيث كان الفرنسيون والأوروبيون يدرسون الطب وعلم الفلك في بيت الحكمة في رقاعدة في القيروان الموسيقى حينها تكتب في القيروان حين ظل زرياب 12 سنة في القيروان قبل أن ينتقل إلى الأندلس عين ذهب هذا المجد بعد الزحفة الهيللية حيث خربت القيروان وأكلتها الحروب بالرغم من عامل الزمن لم تبح القيروان بكل أسرارها بعد فالبحوث التاريخية والحفريات الحديثة كشفت النقاب عن حقائق جديدة من شأنها أن تفضي إلى إعادة كتابة تاريخ القيروان من جديد القيروان اليوم لا تمثل إلا 20% مما كانت عليه مدينة القيروان بأسوارها في العهد الزيري المؤرخين ربطوا الإزدهار بالفترة الأغلبية واقتصروا عليها بينما المعطيات الأثرية تمكننا بصحة الرؤية هذه يعني الأحداثات في العهد الأغلبية كان فيها الكثير من إعادة الأستعمال في العهد الفاتمة والزيري لا نجد إعادة أستعمال لمواد بناء موروثة من التاريخ المعطى الثاني كانت أساس الضريبة هي العملة الفضية ما يسمى الدرهم بينما في العهدين الفاتمة والزيري كانت أساس الضرائب هي العملة أذهبة وهو ما يؤكد فترة الإزدهار الاقتصادي كانت أقوى في العهدين الفاتمة والزيري ما زلنا نجهل الكثير حول المعطيات الأثرية وقيمة شواهدها للاستعمال التاريخ موقع صبرة وموقع رقادة وقد فيهم حفريات لأكثر من 20 سنة ومن المؤسف أن هذه الحفريات وما أنتجته لم تنشر إلى يومنا هذا أيما تشترى تونس الميادين قال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس أن أبقاء جنود ألمان في مالي حتى العام المقبل لا مانا له في ظل الظروف الحالية لأن القوات لا تستطيع تأدية مهمتها هناك بوريس أعرب عن شكوكه بشأن قدرة القوات الألمانية على الوفاء بالتزاماتها في طريب بعثة مينوسما لحفظ السلام في مالي لم يتغير شيء في الوضع الحالي لقد وعدت بأن أسافر إلى مالي قبل اتخاذ القرار في شأن تمديد عمل القوات الألمانية في أيار مايو المقبل من أجل الحصول على صورة شاملة لتجربة الأشهر القليلة الماضية قبل اتخاذ قرار أصيب شخص بجروح بعد تعرضه للطعن في محطة للمترو بحي المؤسسات الأوروبية في بروكسل وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز في تغريدة لهن الهجوم وقع في محطة شومان وأن التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة تحى توقف المهاجم في الولايات المتحدة أصيب عشرة أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية بحسب ما أفادت به شرطة الولاية الشرطة أشارت إلى أن أثنين من المصابين بحالة خطرة بدون الكشف عن أي تفاصيل حول منفذي الهجوم طالبت الأمم المتحدة حكومة طالبان بالرجوع عن قرار الحظر المفروض على المرأة في جميع الأعمال الإنسانية وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفت التقى المسؤولين في كابل وأبلغهم ضرورة السعادة الدور الإنسانية للمرأة بشكل كامل من دون استثناءات إلى جانب التعليم والأدوار الاجتماعية كافة بعد الفتوى التي صدرت في كانون الأول ديسمبر قال وزير الصحة العامة في أفغانستان أن الفتوى تستثني الموظفات في مجال الرعاية الصحية وبذلك منح المرأة دورها الإنسانية الأساسي أسوة بباقي دول العالم وبعدها بأيام صدر استثناء في مجال التعليم الابتدائي وبعد أن نقلنا شواغلنا حيال الفتوى نفسها قل لهم إذا لم تتخلوا عن الفتوى نفسها الآن فإننا ننتظر منكم أن تشمل الإعفاءات أوجه العمل الإنساني كافة وكانت هذه هي الغاية من زيارتنا منظمة اليونسيف حذرت بدورها من سوء التغذية في أفغانستان الذي يهدد حياة مئات آلاف الأطفال وفي هذا الصياق أكد نائب المدير العام لمنظمة اليونسيف عمبر عبدي أن ستة ملايين أفغاني دخلوا مرحلة ما قبل المجاعة هناك ستة ملايين نسمة باتوا في عداد قائمة الطوارئ بالنسبة إلى انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان وهم على بعد عتبة من المجاعة وهناك ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف طفل تنتظرهم المعاناة من سوء التغذية الحاد لذا لابد من مواصلة عملية نقل المعاناة ختام النشرة مع هذا الخبر الفضائي إذ توقع خبراء أن يقترب مذنب أخضر من كوكب الأرض لأول مرة منذ خمسين ألف عام صحيفة اندبندنت البريطانية ذكرت أن ظهور المذنب ليس مجرد حدث يحصل مرة واحدة في العمر بل أنه مشهد مرة واحدة في كل حقبة ومن المتوقع أن يمر في حدود ستة وعشرين مليون ميل من الأرض في الأول من شباط فبراير المقبل سيكون مرئيا في نصف الكرة الشمالي باستخدام المناظير أو التلسكوبات للمزيد من الأخبار دائما زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة